بدأ المسيحيون في العالم منذ يوم الإثنين الماضي وبحسب التقويم الشرقي الصوم الأربعين المقدس وصولا إلى أسبوع الألام الذي يضافه إلى الصوم استعداداً للاحتفال بعيد الفصح المجيد الذي يأتي هذا العام في الرابع والعشرين من شهر نيسان المقبل بينما بدأت الكنيسة اللاتينية في الأردن صومها الأربعاء الماضي والصوم الأربعين يسبق عادة للاحتفال بعيد الفصح المجيد كما أن ذروة مرحلة الصوم الأربعين تكون بالاحتفال بأحد الشعنين وهو بداية أسبوع الألام تليه صلوات الخطن وخميس الأسرار والجمعة العظيمة والاحتفال بفيض النور من القبر المقدس الذي يوجد في كليسة القيامة في مدينة القدس ومن هناك يعلن حلول عيد القيامة المجيدة